كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن بعض تفاصيل مكالمته الهاتفية مع نظره الأمريكي جو بايدن التي أجراها قبيل أعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة برعاية مصرية وقال السيسي في سلسلة تغريدات على موقع تويتر بالساعات الأولى من صباح الجمعة تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة وأضاف السيسي كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الديبلوماسية وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتابع الرئيس السيسي إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدين وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة فأنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة